انواع الزجاج زجاج الصودالايم ويعتبر هذا النوع من الزجاج من انواع المهمة لاستخداماته الواسعة في صناعات الحاجات المنزلية ومختلف مرافق الحياة العامة ولقد اجري التحسينات متعددة على هذا النوع من الزجاج من ناحية الفيزيائية ولكن لم يحدث الا تغير طفيف على الصيغة التركيبية ويتكون من 74% إلى 90% من ثاني اوكسيد السيليكون و10% إلى 13% من اوكسيد الكاليسيوم و13% إلى 16% من اوكسيد السوديوم وتدل التجارب ان خليط الزجاج علىها ينصهر في درجات حرارية ليس بالعالية جدا وله لزوجة معقولة ويمكن تصنيع وبالأخص زيادة نسبة اوكسيد الكاليسيوم وتقليل كمية الصود المستخدمة لغرض الحصول على الحاجات المنزلية خاملة من ناحية كيميائية وكذلك تحسين اللون بإضافة كمية من السيلينيوم وبالنسبة المحددة وله صيغة تركيبية كيميائية عامة هو اوكسيد السوديوم اوكسيد الكاليسيوم اوكسيد السيليكون ثانيا زجاج نوع البوتاش لايم او ما يسمى بالهارد غلاس وهذا يتم تصنيعه من السيليكي او السان وكاربونات الكاليسيوم وكاربونات البوتاشيوم ويمتلك هذا الزجاج نقطة انصهارة عالية ولذلك انصهارة يكون صعب جدا او يتأثر قليلا بالحوامض والقواعد والمذيبات الاخرى التي يتأثر بها الزجاج الاعتيادي ويستخدم هذا النوع من الزجاج في الاجهزة الكيميائية وانابيب الاحتراق وغيرها وايضا يمكن استخدامه في عمليات تسخين ثالثا زجاج الرصاص او ما يسمى بالفلنتيغلاس هذا النوع من الزجاج الخاص مهم من ناحية استخدامه وخاص في الاجهزة لنشاطه الضوء العالي ولانه يمتاز بمعامل انكسار عالي جدا وقابلية انعكاس وتشتيت عالي للضوء الساقط وتكون من السليكة والرصاص وتصل نسبة الرصاص في بعض انواعه الى ما يقارب 92% وتستخدم كميات منه كبيرة في صناعة المصابيح الضوئية وانابيب الفلورسينت لانه يمتاز بمعامل تمدد واطئ ومقاومة كهربائية عالية جدا ومن استخداماته الحديثة في مجال وقاية من الشعاعات المختلفة ولهذا السبب شاعر استخدامه في مجال الطب الشعاعي وصناعة الملاجئ الوقائية من الحروب النووية رابعا زجاج البورسيليكات والبايركس ويحتوي زجاج البورسيليكات على 80% الى 87% من الثاني وسيد السيليكون و13% الى 18% من الثالث بورات السوديون ويمتاز هذا الزجاج بقابلية تمدد قليلة ودرجة ليونة عالية ومقاومة للصدمات وثبات كيمياوي عالي جدا ومقاومة للحرارة والكهربائية ونظرا لصفاته الجيدة فقد شاعر استخدامه في مختبرات البحوث والحاجيات المنزلية خامسا زجاج الالومينا سيليكيت والتحليل النوعي لهذا النوع من الزجاج 55% من الثاني اوكسيد السيليكون 23% ثالث اوكسيد الالومنيوم 7% ثالث اوكسيد البورون 9% اوكسيد المغنيسيوم 5% اوكسيد الكاليسيوم و1% اوكسيد السوديوم واوكسيد الكوتاسيوم هذا النوع من الزجاج له درجة ليونة عالية ويستخدم للضغوط العالية وكذلك في انابيب الاحتراق ومستخدمة كيميائيا سادسا الانواع الخاصة من الزجاج ويشمل هذا الصنف من الزجاج انواعا كثيرة منها الزجاج الملون والزجاج المعتم والزجاج السيراميكي والزجاج الامان والزجاج الحساس او النشط ضوئيا والزجاج الفوسفاتي وجميع هذه الانواع من الزجاج تكون متغيرة بالتركيب تبعا للغرض منه سابعا الزجاج الليفي او الفايبرغلاس وفي هذا النوع من الزجاج الليفي يسحب الزجاج المنصهر بطريقة ميكانيكية في تحول الى شعيرات مستمر قطرها حوالي خمسة بالألف من الملمتر وتسحب الالياف بأعداد كبيرة وترش بمزيد وتبرم فتحول الى خيط وهناك طرق كثيرة لانتاج هذا النوع من الزجاج الذي يعرف بالصوف الزجاجي حيث تخزل خيوط الزجاج وتنسج وتستخدم في العزل الحراري وان منتجاتها عديمة الاحتراق وتحول الالياف بتيارات الضغط العالي الى انسجه ويستخدم الفايبرغلاس على قياس واسع في العزل الحراري في ميادين عديدة ان تركيب هذا النوع من الزجاج يكون قليل في محتواها من السريكة وخمسة وخمسين بالمية ان محتوى هذا الزجاج يكون قليل السريكة حوالي خمسة وخمسين بالمية وايضا قليل في المواد القليلة